موسيقى في البداية نتكلم على الانتيبيويتك الانتيبيويتك عندنا مجموعة من الانتيبيويتك نتكلم عليها صنف صنف في البداية نبدو بالبنسلين البنسلين جي اولا بنسلين جي الاسم التجاري متاعه هو بنسلين جي بالنسبة للدوزس عندنا 1 جرام ينعطى 1x2 أو 1x3 according to severity of the case اليوزي استخداماته بيكون عادة في التولتسلايتز وفي اي بكتيريا الانفكشن يكون من الكومة الاستخدام اليوزي متاعه نجي نوع اخر من البنسلين اللي هو البنسلين في ما يعرف بيه الاسم التجاري متاعه الاوسبن الاوسبن عندي منه سيرب وفيه منه تابلت بالنسبة للسيرب 400 الف والتابلت 600 الف و 1 مليون و 1.5 مليون بالنسبة للدوز ايضا ينعطى 1x3 أو 1x4 according to severity of the case الاستخداماتها تستخدم الاوسبن عادة فيه ايضا في التونسلايتز او اني بكتيريا الانفكشن وعادة نستخدم ايضا فيه الدوك بايت او الدوك بايت اللي هو عضة الكلاب اكرمكم الله نجي ايضا نستخدم البروكاين نوع اخر اللي هو البنزتين بنسلين اللي هو ما يعرف بالريتر بن الاسم التجاري ليه او اي اسم ينتهي بالبن كلمة بن في الاخير الاستخداماته هو يستخدم عادة وشائع جدا في الروماتويد الروماتيك فيفر الروماتيك فيفر تنعطى ابرة كل شهر معروفة عند الاشخاص اللي ياخدوا فيها شهر يقول لك اعطيني البرى متاعت كل شهر تنعطى يبرى يجيك المريض ويقوله لك مرات ما بدون حتى وصفة لانه هو عارفها ولازم انت تكون وعي بها النقطة هذه نجي نوع اخر من البنسلين اللي هو ما يعرف بالبروكاين بنسلين اللي هو البروكاين بنسلين جي عندي منها اسماء تجارية عدة اشهرهم اللي هي ديفابين وفورتيبين الديفابين او الفورتيبين عندنا مننا نوعين اللي هي 400 الف انترناشنال يونت وفيه 800 الف انترناشنال يونت طبعا فيال الاربعمية والتمنمية تنعطى عادة وان باي تري وان باي تو وان باي تري نادر جدا ما توصف وان باي تري اكورديك سفيردي في دا كيس لكن من الاشائع هنا عندنا اللي هو وان باي تو الاربعمية ممكن حتى انها تعطيها في حالة اذا كان كتب لك سفر فاصلة 2 تعطيه تقولها نص الجرعة نص اليبرة لان هي شائعات حادة الاربعمية والتمنمية لكن في الوصفات بتكون سفر فاصلة 6 وفي مرات تجيك سفر فاصلة 2 إذا كانت 0.2 أعرف أنها هي ديفيبين 400 بتقول لها نص الجرعة وتباقي يتخلص منها وأيضا عندنا 0.6 حتى هي يعطيها 800 وتقول لها يضرب منها وجزء منها يتخلص منها الاستخدامات بالنسبة لبين سيلين جي اللي هو اليوزس يستخدم في سيليولايتز ويستخدم في ستاف وريديكيشن وأيضا في ستريبتو أيضا في النيومول الكوكاي والديفتيريا وهيضا بصفة عامة في البكتيريا الانفكشن الأموكسيسيلين الأموكسيسيلين عندي منها جرعات وقوة متعددة وأشكال متعددة من حيث السيرب ومن حيث أنه هو الانجيكشن أو الكابسول نجي الأموكسيسيلين 125 الأموكسيسيلين 125 ميلي جرام بير 5 ميلي اللي هو ما يعرف بالأموكسيل تجاريا أموكسيل وهذا جرع متاعها تنعطى لأعمار ما فوق التسع شهور لعند الأربع سنوات 5 ميلي 1x3 for 7 days بالنسبة للأموكسيل ينعطى في حالات التونسيلايتز البسيطة وأيضا يعطى كدعم لأي شرب من الأدوة السعال المعرف بالكحاحة أيضا الأموكسيل ينعطى في البكتيريا قلنا بكتيريا انفكشن خاصة التونسيلايتز وقلنا يستخدم فيه أيضا في العلاج في أطبال أسنان يستخدمه فيه في حالة التهاب السن أو اللتة وفيه مننا أنواع طبعا 125 وفيه مننا 250 و250 تبدأ الجرع متاحها من الخمس سنوات لعند 12 سنة 1x3 5 ميلي for 7 days وفيه مننا أيضا تابلت وفيه مننا كابسول طبعا الكابسول تكون 500 عدن طاطا للعمر فوق 13 سنة 1x3 for 7 days والكابسول أيضا بالنسبة للتابلت عدنها 1 جرام طبعا تستخدم هذي كل 12 ساعة كل 12 ساعة هتهيلي لمدة 7 days ونفس الاستخدامات السابقة ذكرها وهذه معظم ما يتعلق بالأموكسيل اللي هو الأموكسسلين وعادة هذا الأموكسيل أو أموكسسلين قليل الاستخدام في الأولى الأخيرة ليش؟ لأنه هو بديل إفكت متاعه مش زي الأوجمنتين والكفالسبرين الأخرى يعتبر أقل المضادات الحيوية في الوقت الحاضر الفلوموكس الصورة اللي قدامنا هذي الفلوموكس الفلوموكس الاسم العلمي ليه أموكسسلين وفلوكسسلين مشهور الاسم التجاري اللي هو الفلوموكس في مننا 250 ساسبنشن وفي مننا 500 ميلي جرام كابسول بالنسبة لي الفلوموكس أنواعه أيضا نجي للصورة اللي بعدها اللي هي الأموكسسلين اللي تكلمنا عليه أموكسسلين 500 اللي هو براوت سبيكترام أنتيبيوتك والاسم التجاري قلنا أموكسيل الصورة اللي بعدها اللي اسم العلمي أي متكتوب الأموكسيل فورت 250 والاسم التجاري اللي هو أموكسسلين أموكسيل 1 جرام يتخذ 1x2 طبعا الأموكسيل هذا تابلت وفي مننا انتكرنا مننا أنواع الأموكسيل اللي هو أموكسسلين وأيضا أموكسيل قلنا كابسول الصورة اللي بعدها هذه أموكسيل 250 أموكسسلين أموكسيل 500 ميلي جرام كيف ما قلنا الاسم التجاري أموكسيل والاسم العلمي أموكسسلين الصورة هذه أموكسسلين هي عبارة عن combination between أموكسلين والكلوكسسلين وهذا كابسول وفي مننا قوتين طبعا 250 وفي مننا 500 وفي مننا حتى بالنسبة للسسبنشن اللي هو السيرب يكون في مننا 125 و250 أنواعها بالنسبة للأنواع متاعه كيف ما قلنا الاسم التجاري أموكس نجي للسسبنشن كيف ما ذكرنا سابقا الصورة اللي بعدها هذه 250 ميلي جرام لكل 5 ميلي أموكسلين اللي هو كيف ما قلنا الاسم العلمي لي أموكسلين وكلوكسسلين combination الصورة الثانية اللي هي augmentين أو augmentين طبعا 1 جرام لكل 125 ميلي جرام الواحد جرام بتضم اللي هي أموكسسلين بالإضافة إلى كلافيولينك أسد أو كلافيولينك أسد أو التركيبة التاعه كلوكسسلين النوع الآخر اللي هو أموكسسلين وكلوكسسلين الاوغمنتين 156 وفيه مننا 400 57 وفيه مننا 312 وفيه مننا 200 يجيك باسم تجاري مشهور جدا اللي هو الأموكسلين هنتطرق ليه لحقا اوغمنتين كيف ما قلنا اللي هو أموكسسلين وكلفيولينيت البوتاسيوم التركيبة متاعه twice daily لوزينج الدوز متاعه 457 ميلي جرام هذا تكلمنا عليه أموكسلين هو جزء من الأوغمنتين نفسه بالظبط الأموكسلين 200 طبعا 200 ميلي جرام لكل 5 ميلي كلمة بد الموجودة نهاية الأموكسلين اللون الأحمر بدي يعني هنا أعطى مرتين في اليوم 70 ميلي طبعا سبع أيام طبعا هذي شركة أردنية قلنا عليه الأموكسلين هو نفس الأوغمنتين عبارة عن أموكسسلين وكلفيولينيك أسد أموكسلين هذا 400 وينعطى مرتين في اليوم وعندنا أموكسلين في مننا تابلت أموكسلين وكلفيولينيك أسد طبعا الأموكسلين كيف ما نعود قلنا شركة أردنية طبعا عطى مرتين في اليوم وهو عبارة عن أموكسسلين وكلفيولينيك أسد وأيضا هذا أوغمنتين صورة أخرى للأوغمنتين صاشت الصاشت عادة بيكون أسرع مفعول من التابلت يعني في الإفكتيف وكلفور اللي هو نفس الأوغمنتين أموكسلين وكلفيولينيك أسد أشكال متعددة من الأوغمنتين سوى كانت على التابلت أو سسبنشن أو صاشت نجي للصورة اللي بعدها اللي هادي كيرام فارت فارت يعني سترونج يعني قوي 312 312.5 ميلي جرام بير 5 ميلي كيف ما تكلمنا اللي هو أموكسيل وكلفيولينيك أسد أموكسسلين زي كلافيولينيك أسد شركة نمساوية طبعا هذه أيضا الكيرام هو نفس الأوغمنتين اللي هو أموكسسلين وكلافيولينيك أسد 457 لكل 5 ميلي ماكسي كلاف هو نفس أيضا نفس الأوغمنتين بالظبط أموكسسلين وكلافيولينيك أسد 1 جرام 1 جرام على 125 طبعا لما يقولك 1 جرام على 125 يعني 1 جرام اللي هو أموكسسلين وال125 اللي هي كلافيولينيك أسد صاشت طبعا هذا فيه سوكلاف هو نفسه أيضا أغمنتين 1 جرام على 125 أموكسسلين أموكسسلين يعني 625 عبارة عن أموكسسلين زايد كلافيولينيك أسد أموكسسلين أموكسسلين يعني مرتين في اليوم 1 جرام تابلت لمدة 7 أيام طبعا شركة الحكمة الشركة الأصلية طبعا 375 أموكسسلين زايد كلافيولينيك أسد 375 أيضا أغمنتين هذه الشركة الأصلية 1 جرام أموكسسلين زايد كلافيولينيك البوتاسيوم twice daily مرتين في اليوم الجرام تاع 7 أيام عادة أيضا أغمنتين 625 اللي هو أموكسسلين كلافيولينيك أسد كلافيولينيك أسد كلافيولينيك البوتاسيوم كلافيودار اللي هو نفسه الأغمنتين أغمنتين أموكسسلين زايد كلافيولينيك أسد 1 جرام شركة أردنية الكيرام 1 جرام حتى هو أموكسسلين كلافيولينيك أسد شركة أخرى شركة إماراتية اللي هو جول منتين ألف ميلي جرام ايضا نجيلي الشركة السعودية اخرى ميجاموكس 1 جرام اموكسسيلين زي كلافيولينيك اسد ايضا فيه اوغمنتين انجيكشن اللي هي 1200 وفيه 600 ميلي جرام نجيلي الصورة اللي بعدها اللي هو مجموعة الكفاليسبورين هنتكلم على اول واحد اللي هو مايعرف بالميدا السيف اسم تجاري 125 الاسم العلمي سيفا كلار اللي هو 125 ميلي جرام لكل 5 ميلي نجيلي نوع اخر اللي هو الاسم التجاري مشهور جدا به اللي هو اسم دينار اللي هو مايعرف بالسيفة دينار 300 ميلي جرام كابسول ايضا نجيلي نوع اخر من الكفاليسبورين اللي هو مايعرف تجاريا بالامني سيف اللي هو السيفة دينار 125 ميلي جرام لكل 5 ميلي في مننا تابلت 300 ميلي جرام وعند نوع اخر من الكفاليسبورين اللي هو مايعرف تجاريا بالسوبركس وعلمية السيفة دينار 200 ميلي جرام وفي مننا 400 ميلي جرام ايضا نوع اخر من الكفاليسبورين اللي هو السيفة ديكسين او مايعرف تجاريا بالكيفليكس 500 ميلي جرام كابسول وفي مننا حتى سسبنشن الانواعه سسبنشن ممكن يكون 125 وفي مننا 250 نجي مجموعة الماكرولايدز اللي هي ماي اول شيء اللي قدامنا هذا السيترومكس السيترومكس اللي هو السيترومايسن 200 ميلي جرام وفي مننا 500 وفي مننا 300 وفي مننا 600 وفي مننا 900 بالنسبة للصسبنشن عندنا 200 و300 هدين الاكتر شيوع المستخدام بالنسبة لل500 عندنا تابلت عادة نجرع بتاع تلت ايام زومكس شركة اردنية ازيترومايسن الشركة مشهور بها زومكس الاسم التجاري زومكس الاسم العلمي ازيترومايسن زيترومكس شركة اخرى للازيترومايسن 500 دوز متاع كيف ما قلنا 3 ايام وهذه شركة الحكمة شركة اردنية للزومكس وهذا زومكس ايضا بيعتبر 300 جرام تاعة 300 ميلي جرام 22.5 ميلي وهذه ايضا صورة اخرى للزومكس ازيترومايسن كيف ما قلنا الاسم العلمي ازيترومايسن من اسم التجاري زومكس نجي عن نوع اخر من المضادة الحيوية ما يعرف بالسيبروفلوكسسين علميا بالنسبة للتجاريين باكتي فلوكس او سيبروباي 500 ميلي جرام سيبروباي هذه الشركة الاصلية ليه شركة المانية سيبروباي 500 ميلي جرام ايضا هذا نوع اخر من السيبروفلوكسسين سيبروبايوتك نوع اخر من السيبروباي او السيبروفلوكسسين 500 طبعا فيه 250 لكن اكتر استخداما اللي هو وفيه حتى 750 لكن الاكتر استخداما هو 500 او صورة اخرى السيبروفلوكسسين 250 ايضا صورة اخرى للسيبروفلوكسسين او السيبروباي اللي هو جرعة 750 ميلي جرام ايضا صورة اخرى للسيبروفلوكسسين 500 ايضا فلوكسور SR في سيبروفلوكسسين ايضا جرعة 1000 هذه الجرعة 1000 United Status Parmakopia مسجل من ضمن الدستور دستور الامريكي السعر هذه Sustained Release يعني Slowly Release عادة تنجر عمتاعة مرة واحدة يومية سيبروفلوكسسين صورة اخرى ايضا 500 ايضا أورلين 500 اللي هو السيبروفلوكسسين اللي ما يعرف السيبروباي ايضا هالصورة الثانية للسيبروفلوكسسين 250 شرعة 500 سيبروفلوكسسين نوع اخر من الماكرولويد اللي هو سيبروفلوكسسين او الاسم التجاري او الشركة الاصلية اللي هو الكلاسيد 500 ميلي جرام فيه عندنا 250 كلاريميد اللي هو كلاريثرومايسين ايضا هالصورة اخرى للكلاريثرومايسين 500 وفيه مننا عندنا او سسبنشن قوة 125 وفيه 50 ميلي جرام لكل ميلي كلاريثرومايسين 25 ميلي جرام بير ميلي طبعا هذا جرعة 125 لكل خمسة ميلي كلاريثرومايسين نحن قلنا هو نفس الكلاسيد الاسم التجاري للكلاسيد والاسم العلمي كلاريثرومايسين مجموعة الماكرولويل نوع آخر من مجموعة الماكرولويل اللي هي إريثرومايسين إريثرومايسين طبعا الشركة هذه منها 500 في منها ايش 250 ونجي الإريميسين إريميسين أو الإريميسين سوري 250 طبعا شركة أخرى حتى هي أو قوة أخرى في منها عندنا 250 تابلت وأيضا نجي نوع من آخر من الإريثرومايسين يجيك بالاسم هذا مكتوب الإسم التجاري عادة هو نفس الإسم العلمي يكتب فيه 250 وخمسين وخمسمية أيضا في منها سسبنشن نتكلم عليه في منها 125 وفي منها حتى 200 الإريثرومايسين وفي منها 250 إريثرومايسين شركة منها إيطالية وفي منها حتى قبرصية نجي لمجموعة أخرى الضم الكويني لونز والتتراسايكلين والأنتيفيرل والأنتيفانكل نبدأ بالأنتيفيرل صورة للأنتيفيرل اللي هو ما يعرف تجاريا بالأسايكل وهو فير في منها 400 وفي منها 200 وفي 800 هذا نوع آخر من المضادات الحيوية اللي هو ما يعرف بالفيبرامايسين اللي هو الفيبرامايسين اسم التجاري أما الاسم العلمي دوكسي سايكلين 100 ميلي جرام وفي منها جرعة حتى الميتين هذا دوكسي سايكلين 200 ميلي جرام ودوكسي سايكلين أيضا 100 ميلي جرام اللي هو ما يعرف تجاريا بالفيبرامايسين دوكسي سايكلين كابسول 100 ميلي جرام ما يعرف تجاريا باسم اللي هو الاسم العلمي الدكسيساجلن مية اللي هو الاسم العلمي الديكسي سايكلين مية ايضا هذا الفلكونزول اللي هو ايضا يعتبر انتيفنجل هادي الفلكونزول 150 جرته